بكل الأحوال أطرح سؤالاً ربما على صحفية أوكرانية هنا أقول لها أن وزير الخارجية الأوكراني تحدث عن احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد إيران خلال الاجتماع الوزاري في لندن ما الذي يمكن أن يكونه نوع هذه الإجراءات القانونية أستطيع أن أفعل ذلك أكثر من أجلسات قانونية لذلك أريد أن أقول أن اليوم المساعدة القانونية قدمت القانونية ويقوم بمقاعدة عن حقاة وضع الحصول على حقاة وضع الحصول على حقاة ليس حقاة حقاة وضع الحصول على حقاة الوطني يبحث في إمكانية استخدام مصطلح في الحديث عن تحطم الطائرة المنكوبة وهو مصطلح القتل وليس مصطلح الحادث العرضي المعتمد حتى الآن ما هو نوع التعويضات المالية التي يمكن أن تكون مرضية لكم كأوكرانيين أسألها؟ لا أعلم لا أعلم لا أحدث بإمكانية المصطلح الحصول على الحصول على الحصول على الحصول على حقاة قلت بأن كل أشخاص سيأتي 200.000 من غيرنة. إنه حقاً 8.000 دولارين. وأيضاً سيكون هناك قيمة من الشركة الإنسانية. وأيضاً سيكون هناك شيئاً من الإرانيان. ولكن سيكون هناك واحد من المحادثات بين البلدين. تتحدث عن أن المحادثات هي التي ستحدد حجم التعويضات المالية. هذه التعويضات ستكون من الحكومة الأوكرانية 8.000 دولار لكل عائلة. وتعويضات أيضاً ستقدمها شركات التأمين التابعة للخطوط الأوكرانية. وأيضاً تعويضات ستقدمها إيران بناء على المفاوضات التي ستجري.